الرئاسة التركية على لسان متحدثها تؤكد أنه لا يمكن عقد اتفاق مع النظام السوري لتسليم اللاجئين حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أنه من غير الممكن عقد اتفاق مع النظام السوري لتسليمه اللاجئين وجاء ذلك خلال مقابلة مع القناة التلفزيونية التركية خبر ترك وقال كالن أو ونفى كالن خلال المقابلة وجود أي اتصال سياسي مع النظام السوري لكنه أكد وجود تسألات استخباراتية بشكل دوري وقال وحدات استخباراتنا تتفاوض من أجل مصالحنا الوطنية وحول ما تطرحه المعاربة التركية بشأن اتفاقها مع النظام الأسد من أجل إرسال اللاجئين السوريين في حال وصولها للسلطة أوضح كالن أنه من غير المعقول عقد اتفاق مع النظام السوري وإرسال هؤلاء الناس الذين فروا من الحرب وعانوا آلاما وأوجاعا شديدة وتسليمهم له وأضاف نعلم جميعا أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا في النهاية لكننا نعمل على أن تكون العودة بشكل إنساني لذلك نحاول العمل على إنشاء مناطق آمنة في مناطق الشمال السوري كعفرين وإدلب وتل أبيض ورأس العين وغيرها وخلق بيئات تمكنهم من الحفاظ على حياتهم وتابع كالن البعض يتحدث بأن الحكومة ستمنح الجنسية لكل السوريين من أجل استخدامهم للتصويت بالانتخابات وأكد كالن هذا كلام غير صحيح ولا يمكن أن يحدث مثل هذا وعن العملية الأسكرية التي أعلنت عنها تركيا أوضح كالن لقد نفذنا ثلاثة عمليات أسكرية كبيرة في شمال سوريا خلال السنوات الماضية من دون أن نأخذ إذنا من أحد رغم كل الضغوطات التي مورست علينا من أجل إيقافها وأوضح الأعملية العسكرية المرتقبة في شمال سوريا قد تنطلق في أي وقت وقد تأتي فجأة ذات ليلة مضيفا نحن مستعدون وعندما يكون هناك أي تهديد لنا سنتخذ الإجراءات اللازمة ترجمة نانسي قنقر